السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة هنتكلم عن دور اه وزارة الداخلية المصرية في حل ازمة الدولار او ما نصح اه ضبط الاسواق والسيطرة عليها بالذات السوداء والكشف عن المحتكرين للعملة او تجار العملة اه في مصر اه الحقيقة طبعا ده بدأوا يتحركوا امتى بقى لما السيسي بدأ يتكلف الجيش بالضبطية القضائية فبالتالي طبعا انتو عارفين اتنحرروا يعني ازاي بقى بتاع الجيش هيجي بصونا في هيجي نبطولنا في اكل عاشنا وفي السبوة بتاعتنا ويعلموا علينا فبدأوا ينشطوا في خلال الاربع عشر ساعة الاخيرة بس اه طلع بيان من وزارة الداخلية اه البيان دوت اه تقدروا تقولوا عليه كوميكس يعني كوميكس الداخلية عاملة كوميكس مش مش يعني هو بيان بالفعل لكن بمثابت او يرتقي لدرجة انه يبقى كوميكس فشيخ يعني ايه هتنوت على نفسك من الضحك فيه اه البيان طبعا بيقولك انه هم خلال طبعا تكسيف جهودهم وحاجات زي كده اه ادروا في باربعة وعشرين ساعة بس اه يزبطوا اه يعملوا تمانية وعشرين قضية قضية خاصة بالعملة تخد بالك تمانية وعشرين قضية فيها تمانية وتلاتين متهم قضية كبيرة طبعا قضية تقريبا تهز الرأي العام ده بتخيل لما قدروا ان هم يقضوا على تجارة العملة بالشكل ده ويقدروا يمسكوا اكتر من تمانية وتلاتين متهم اربعة وعشرين ساعة لا يبقى في سيطرة كاملة طيب اه بحوزتهم كام بقى ما لا يتعدى المتين وخمسين الف دولار عملة مختلفة على كام على تمانية وتلاتين طب ما تيجو نقرى البيان كده هوقولك بقى على التفاصيل والكوميكس هنا فين بص سيدي البان بقولك اصفرت جهود قطاع الامن العام بالاشتراك مع الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة خلال اربعة وعشرين ساعة عن ضبط عدد تمانية وعشرين قضية باجمالي تمانية وتلاتين متهم بحوزاتهم ايه بقى عد معي مية تسعة وسبعين الف تلتمية وخمسين دولار امريكي عشر تلاف تسعمية واحد وسبعين يورو اربعة وخمسين الف تلتمية ستة وتلاتين ريال سعودي آآ ستمية وعشرين جنيه استرليني مية ستة وربعين دينار كويتي الفين ربعمية تمانية وتلاتين دينار ليبي ميتين تمانية وخمسين درهم اماراتي مية وخمسين روبل روسي الف ون كوري تم اتخاذ الاجراءات القانونية شفت يا معلم نتحك بقى ده البيان ده البيان على فكرة ده هسيب لك الرابط موجود في صندوق الوصف عشان تتأكد ان ده رابط وزارة الداخلية مش اي حاجة تانية وهم اللي منزلين ده والله مش انا يعني مش حد عاملها قلش ولا حاجة ولا ده مسلا موقع فيك آآ الفكرة هنا بقى معلم اجمالي المبلغ اللي انا بقول لك هلا ده مية تسعة وسبعين الف دولار وعشر تلاف يورو وخمسة وربعين الف ريال سعودي وستمائة وعشرين جنيس ترليني ومية ستة وربعين دينار كويتي ومش عارف الفين وربعمائة دينار يعني الارقام اللي انا بقول لك دي دي ارقام واحد بيجمع عملة يعني عنده مثلا الجمع عارف ان ده الناس اللي بيتجمع على التوابع لو بيجمع عملة مش مش عشان يتاجر فيها لأ ده بيجمع عشان يفرج على ولاد او بيحتفظ بيها بسم الله الرحمن الرحيم طبعا باستثناء المية سعوة وسبعين الف دولار وبتاع والعشر تلاف يورو لما تيجي بقى تجمع دول الارقام اللي انا بتالك دي مش من واحد بس الارقام اللي انا بتالك دي من تمانية وتلاتين بني ادم طب انت خيل كل اللي زي بقول لك بقى الاحراص دي كلها والمبالغ دي كلها من تمانية وتلاتين جثة لما تيجي تقسمه ما تلاقي كل جثة تقريبا معه ستة التلاف دولار في مصر دلوقتي بقى تهمة جناية. انت لو معك ستتت تلاف دولار من حالة اوال عم تيجي هب توف تعقشك منك. مش انت هنا مش بتهمة الاتجار. لا متهمة التعاطي اعتبرك بتاع واط عالية بتاعطات الدولارات. حيازة. هيkeiten لك بدي حيازات الدولارات دي تهمة دلوقتيل نكيب. اعط Labs. دي قريب اصل الان دولارات. فدي جريمة في مصر دلوقتي. يعني انت لو جاي مسلا جاي من بره جاي من الصفر Exactly. ات. مسلا اخوك بعيت لك فلوس من بره مثلا عشان تشتريه مش هعارف ايه تعمل تعاني له يا سيدي فلوسه وحطت الفلوس دي في البيت مقدتهاش للبنك عشان يسرقك وينهبك ويزلك لما تيجي تاخد الفلوس مش هتاخدها دولاراتها تاخدها بالجنيه المصري فلولا معك معلم ست تلاب جنيه فانت دلوقتي بقيت جريمة بس انا عايز اقول حاجة للحكومة يا حكومة يا اللي ما بتفهموش هو انت يا جماعة مش عارفين قصل مشكلة الدولار فين يا جماعة قصل مشكلة الدولار معروف مش محتاج حاجة انتو فاكرين الشنطة بقيت حسن مالك اللي كانت عامل قزمة في الدولار في الاول قبل التعويم اللي فات في 2016 فاكرين انتو الشنطة دي ايه رأيكم بقى ان فيه اكتر من شنطة تانية موجودين برضو بتطوح حسن مالك وموجودين في اماكن مختلفة دوروا على الشنط دي وانت تحلوا قزمة الدولار في مصر لاغبير سلام ونشوفكم فيديو دي اشتركوا في القناة